اخوان هذا الفيديو ماشي كنت شكا عليكم هذا الفيديو كنقول قلت بزاف ماشي كنقول قلت بزاف دي الحواج إيجابية على الهجرة مزيانة من ناحية دي الخدمة من ناحية دي الحياة من ناحية دي الحياة أوروبا مثلا الصحة كندا تواقي للصحة إلى آخر خدمة نقياه الناس مزيانة إلى آخر ولكن كانوا حواج خيبين حسنا أدراه اليوم لأن معظم الناس يجيووا البراء يتصدموا بيوم وما قلت واحد مكي هدراه اليوم مش مكي هدراه اليوم علاش؟ لأنه في متى هدراه على هذا الموضوع الناس هدى يهاجموك حتى تبحال أنت مويتش يجيووا البراء حتى تقول لهم ألا متجيوش رح الحياة خيبة انت كداب لهذا ستنقولول حواج الزوينة وحواج الخيبة قلنا الحواج الزوينة جاء الوقت حواج خيبة فاش كنت ماشي لبراء على حسب الاستخدامي ما تقوليش مغريبي كنت تفقد واحد البرسنتاج ديال التمغربيت منك كنت تبدل شخصيه ديالك وفاش كنت تبدل شخصيه ديالك كنت صعاب عليك ترجع تعيش في المغريب كنت تقولي باغي انت ترجع المغريب وباغي واحد نار تعيش في المغريب وهذا يرجوع ليش ولكن ما بقيتش مغريبي صافي مشاهد لك التمغربيت واقع معظم الناس اللي كسافي كي وجدوا راسهم من ناحية المالية وكل شي كي بغيروا جعلوا المغريب كنت تضمن بواحد الواقع ديال انه مكين تامي وش للمغريب من ناحية التقافية اجتماعية طريقة التفكير هذا هو ما اللي كي تفقدهم من ناحية ديال التمغربيت من ناحية ديال البلاد اللي ساكن فيها ما عمرك هتقول لي كنت تامي لها مئة بالمئة نعم غادي تأقلم غادي تأقلم وغادي تأضابطا وغادي تولف وغادي تتعامل وتفكر بحالهم يا آخره ولكن ديما وانتاخد جينسية قاع ولكن ديما هتبقى ماشي مئة 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 امريكي فرنسي كنادي الاخير علاش لانه بقى فيك واحد شوية ديال التقافة ديال المغريب وبقى عندك وقيلة الاكسان ديال اللي ضرب وفيما غادي يتلقى معك تقارد ضرب 30 عام مترا في بلد ما وفيما يتلقى معك شي وعد غادي يقول لك شي وعد عنده يعشرين عام وانت تلاتين عام وانت مدوزة في شي بلاد هو يلا عد ذات في ديال البلاد وغي يجي وغي يقول لك من انت علاش لان عندك العكسان وعندك بزاف ديال الحوج الباشارات ديالك الاخير وانت ما عمرك عادت انت ما عمرك ما غادي تولي مئة بالمئة اجنابي امريكاني وما عمرك هتولي مئة بالمئة مغربي لانه فقط تاعة وكتولي لوسط واشكتولي لوسط كتولي كتعاني كيفاشكتعاني فاشكتعاني كتعيش برا كتبت بقديمه ذك الحنين المان كتبت بهم كتبت بقديمه ذك الحنين لما كتبت بقديمه ذك الحنين الى تسكن في المغرب مع المغرباء ودكشي ومتقع في ديالنا الدين ديالنا الى آخرى ديما عندك هذا الفكرة انت برا بفرانسا الى آخرى كنت ترجع للمغريب كنت تحسن براسك أنت ماشي دي للمغريب كنت تقول ميمكنش الناس يفكرون بحلاكة وأنا ماشي بحلاكة مكراش ترجع أخويا خصني رجع هذا بلاسة ماشي ديالي وكتولي تفكر أنك تخرج من المغريب وهذه هي الحياة دي الجالية المغربية كندن مشي كلهم طبيعة الحال كين الناس أنواع ولكن معظم الناس اللي تتلقيت معهم عندهم من نفس المشكل أنهم كيف تقدون الهوية ديالهم ما عرفش أنا الحل ديالها لأنه ما كينش حل معظم الناس كيقولك خاسك غير تأكسبت هذا الوضع هذا ونتخلو تواف الحسابات ديالك الناس اللي جداد مثلا نويني يحاجروا عرفوا بأن هذا غدا يوقع مشكل نفسي هذا مشكل نفسي كتر من الناولي مادي لماذا؟ لأنه في معظم الأحيان لك تقدر بتعماره وغير تقاتلي إلى آخرين وكتقرى مزيان ومزعمم تقدر تدير في بره الفلوس تقدر تدير في بره الفلوس ولكن هذا الكوطة هذا دير النفسي قادمة تابعك لا سوف يفهمك المغاربة اللي عايشة في المغرب فش غا تهاجر لا سوف يفهمك وما عمره لا سوف يفهمك لماذا؟ لأنك كتب محل دك السيد اللي اللي انت عنده كل شيء وكيتشكه انت عندك الخير وكيتشكه وماذا كتبكي عنا وكتشكي عنا وعش يا أخويا قلس معانا وقلس انتاياو تمرمد معاناو ويعيش ب 3000 درهم ولا 2000 درهم ولا 1000 درهم تكرفس معانا أخويا عادي يقولك بحال هاد الهدراء هادي حالاش هيقولك هاد الهدراء هادي انه ما يقدروش ييماجينيوا ذاك الحياة دي ما يمكنش من تقلج تخيلها صعيب تخيل الحياة بره معظم كندن المغاربة اللي في المغرب هاد الهدراء كي تخيلو امريكا بحال الفيلم حال الافلام من كنت تفرجو فيها ما كنت تخيلها زعماء ولا لاحظوا واحد الحاجة في الافلام قليل الناس اللي خدامين في الافلام كتلقاهم كي عيشوا وضعيات اجتماعية وهذا كو الدور دي للفيلم اي انهم شو واحد البلاصة وواحد تسيد جوج واحد تسيداو شو مثلا فرنس اصدقاء مصلثة الاصدقاء فرنس واللي عندي هنا ما كتلقاهمش غادي الخدمة دي ما كي غيف الدار و كي قدروا كي اعطونوا واحد صورة دي الوضع اللي مشي واقعي واقعه هو معظم الناس دار الخدمة خدمة الدار اصدقاء و اصدقاء الاصدقاء مؤعظم الناس بحالك ما كيعيش امريكان كي يخطف امريكان ولكن ما كيعيش امريكان هذيك امريكان دي الافلام حتى الميريكان احتى الميريكاني براسرة ما كيعيش امريكان كل هذي الافلام الواقع خدمة 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 و الانديفودياليزم كل واحد دخل صورة اصدقاء و انت واحد ما كيخرج كيندك تعامل مزيان و الاخره ولكن كي تبقى واحد الوحدانية كي تبقى واحد شوية المالال و واحد الروتين خايب وصافي كي تبقى وادش هذي الاثراء هذي هذي تقولها المغريبي عيش في المغرب ناوي خرج برا و حقد على الفين ساكن و يضحك عليك و بدي يقولك انت كتخربا و ما بيتناش نجي و ما حاملناش الى اخرى لهذا كنظن بأن معظم الجالية اللي كتعاني من الشي كامل اللي قلت كتخلي هذي الاثراء عندها و كتعاني في صمت و ما كتبارطاشيش المعامر غذي تبارطاش إلا ما كانوش غايف يفهموك ساو خد دقاء و زيد فوق من ذاك انتقاء زيد الضغوطات ديال الناس اللي مهم غريب توقعات شنو كيتتوقعوا منك كيفاش كيتتخيلوك انت عايش الى اخرى كي الناس اللي ما عايشينش مزيان بالرقع لاخد ماله لحياة الاول و ما يقدرش يرجع اكتر يادو كل اللي يكونوا حارقين ولكن كتبقى ذاك الفكرة ديالرا والدي في فرنسا والدي في السبليون و خانته حارقو و مكرفسو معدبو و بغيت ارجع لي انما ما عايشة بالأوراق خيبة بأوراق تقدر عندك مشاكل نفسية تقدر تخدم تقدر تديفلوبيراسك بالأوراق قراءة متقدر تديفلوبيراسك ما عندك ما تبدأ تبقى الزنقة إلا تعاملوا معك شي ناس بأوراق قراءة متقدر بأوراق 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 كما تبقى بأوراق و لا يتعاملوا و يتعاملوا و يقولوا معاين و لا يتحدث من دراسة و يتعاملوا وتمنى ما تسمعوا لديش بطريقة منفتيحة ومتعجبوش عليها